اليوم انا حسيت اكثر من اي وقت قبل انه لابد من رد الفعل بقوة ينزم الدولة تكون حاضرة انا نختلف انا اساند مسار 25 جولية في كل الحالات انا معا الدولة الدكتاتورية بالنسبة ليانا احسن من حكم العصابات لانه النظام اللي يكون نظام مبني على دولة الدولة دي ما عندها اخلاقيات الحرب وعندها حدود في الخطر اما حكم العصابات فلا اخلاقيات له حكم العصابات يعرف السكوتير ويعرف الفرد ويعرف الاغتيال ويعرف النهب مش كما تواجه دولة كما تواجه عصاب نختلف مع قيس عيد في تصورات المقبلة والمستقبلية وانتونا نرجع لها مش وقتها اما اليوم الكلمة للرئيس عليه ان يرد الفعل في اسرع وقت ممكن وبإحالة الملفات على القضاء راه الناس هضومة لليوم ما زالوا يشوفوا في تقديرهم وانه هذا النظام ضعيف وهذا النظام عنده ايدي ترتعش وغير قادر على محاسبتهم اليوم لابد من انها تكون رسالة ناس والله قطبات فما ناس نعرفهم وشفتهم انا عندهم ملفات امتهزوهم يرسنا في الحبز وشفتهم اليوم مدين وجوههم يسوبوا في قيس عيد يلزمنا عاد نقوله كلمة في اليوم في مظاهرة تقوية للرمان دعما للبرلمان قبل ما نرجع لها نحب نقوله انه المظاهرة هذه اللي صارت اليوم اول ملاحظة هي نتيجة التراخي وتأخير الحاصل في الضرب على ايدي العبثين شهرين هذهم اللي يتعداوا ولا قلنا فيهم كم مرة للرئيس لابد من مباشرة القضايا لابد من اجراءات ادارية ضد العناصر القيادية خاصة في حركة الاخوان ولكن الغالب الرئيس لم يسمعني وبدأت الناس تتطاول بعد ما كانوا يمشيوا تحت الحيط ومشوا على كروش ومنار 26 جوليا اليوم بدوا يتطاولوا لانهم حسوا وانه طرف المقابل متبعثر متردد وماخداش قرارة حاسمة مظاهرة اليوم ذكرتني امبو بجبهة 18 اكتوبر رينا يعني تحالفات خونجية على يسار اقصى اليسار على انتهازية فموجوهك تشوفهم تقول بن علي بالحق الله يرحمه كان عنده حق كيقمحهم لانهم هذون لا عندهم علاقة لا بالوطنية ولا بالسياسي صحيح بن علي ذلم برشا ناس اما فهم ناس كان على حق كيقمحهم لانهم ما يصلح حد شيء مظاهرة متاع اليوم من حيث العدد انا نعتبرها وكأنها استفتاء هل انت مع تواصل نظام الارهاب ونظام الفساد ونظام نهب مقدرات الدولة هل انت مع تواصل نظام متعفن يقوده الاخوان اليوم تقريب بين 2500 و3000 قالوا نعم هما معاه والباقي مش هما معاه والغريف الامر واني اليوم كيف نشوف ناس هم معالم الفقر ومعالم الاحتياج وهم حفاتا عوراتا ويجيوا يناديوا باسقاط الانقلاب معناها يعني مشهد درامي سريالي وانك السارق والضحية واقفين بجنب بعضهم والضحية تعيت وتصيح من اجل انه سارق يواصل العمل امتاعه يعني حاجة ما تنجم تكون الا بمفعول الفلوس بمفعول شراء الضمام اليوم كنت نستنى انه قيادات الاخوانجية وكجمعت قلب تونس وجمعت روابط الثورة في بالي مش هزه شعار واحد اللي هو من اجل المحاكمة عادلة ومن اجل قضاء مستقل لانه اليوم هو من حقهم الذهروا ولوانا فهم وجوه عادة كبيرة كي البحيري والغنوشي ما شفتهمش القيادات ما يوسمى بالقيادات ولوانا موقفي واضحة لو حزب الاخوان ما فيش شي قيادات فيها راعي واحد والباقية كلهم برتبة قطيع فماش قيادة مارينة هونج هما من حقهم بش يتظاهروا للتعبير على الخوف من المحاكمات والمحاسب هما اليوم يتظاهروا مش يحبوا يرجعوا للبرلمان لا هما يتظاهروا اليوم يحبوا يحسنوا شروط التفاوث مع قيس السعيد يحبوا يضمنوا خروج آمن بدون محاسبة وبدون ملاحقة على جريمهم المرتكبة في المجال المالي في مجال رهاب وزيد كروش هم دارة البارح كيف شافوا وزير الخارجية التونسية الخارجية الجمهورية التونسية يتقابل مع وزير خارجية سوريا وذي هو يعني الخطوة الأولى لإعادة العلاقات وتعرفوا ما معناها إعادة العلاقات والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات حول شبكات التسفير وشبكات الإرهاب والمقاتلين واللي طبعا هو رحم الخونجيل لكن نعرش ظهر لهذه ما تنجم تكون إلا رقصة الديك المذبوح ننتظر التفاعل من حاكم قرتاش باعتباره اليوم هو يجمع كل الصلط بين يديه على الأقل يا رسول الله كيخذت الصلط هذه فعلها ولا بد من انطلاق تتبعات والمحاكمات تخلي الناس هذه تشد بلايسها يلزم الشعب يحس على الأقل هو يدعم فيك يا سيقيس سعيد يحس أنه يدعم في نظام قوي مش نظام ضعيف نظام متململ متارمر لا بد من المذي نحو الضرب بقوة بدون ظلم لكن بقوة والناس هذه يرهي كلها ملفات منين تضربهم توجه أخبار سياسة أقنية مختوى مختلف بنظرة شبابية تونسية عالم أميرة لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر